أكد مندوب مصر بمجلس الأمن السفير أسامة عبدالخالق أن مصر تطالب بوقف إطلاق النار الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين خلال كلمتي بمجلس الأمن أوضح السفير أسامة عبدالخالق أن مصر تحذر مجددا من المخاطر المحدقة بأشقاء الفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لإقتحام مدينة رفح الفلسطينية نداء مصر لكم جميعا واضح ورسيط أوقف إطلاق النار الآن ويرجو أن لا يخطئ أي طرف مجددا إدراك هذه الرسالة النبيلة والمباشرة والتي لا تهدف سوى لحماية المدنيين دون حسابات سياسية وتحذر مصر مجددا من المخاطر الكارثية والمحدقة بالأشقاء الفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لإقتحام مدينة رفح